عمدد فيهن بيدعو إلى تنظيم شامل للمساعدات الاجتماعية على مستوى النمسا وهو بيقترح أو اقتراحه أن يكون الموضوع عن طريق مكتب العمل وده في خبرنا الثاني بيقول مكتب العمل النمساوي يعمل على قانون يسمح له بقطع المساعدات الاجتماعية فيه اقتراح أن يكون المساعدات الاجتماعية يتولى تنظيمها مكتب العمل وبناء على العلاقة بين مكتب العمل واللاجئين من ناحية عملية الكرصات اللي بين من حوالهم عملية عادة التأهيل ويشوفوا مدى اهتمام كل واحد بالخدمات اللي بتقدمها مكتب العمل وبناء على يقر مكتب العمل إذا كان يستمر في المساعدات الاجتماعية أو يقطعها عنه نعم رأيك تمام شميل جدا صراحة صراحة يعني عنوان مهم جدا عمدة فيينا يدعو إلى تنظيم شامل للمساعدة الاجتماعية على مستوى النمسا دعا لودفيك إلى تنظيم شامل المساعدة على مستوى البلاد ويهدف إلى إدارة هذه المساعدة لأشخاص القدمين على العمل من خلال خدمة سوق العمل ام اس وأيده اندرياس بابلر طبعا شدد لودفيك على ضرورة تزويد ام اس بالموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح وأكد على أهمية إدماج الأشخاص القادرة على العمل في سوق العمل مشيرة لأن الحزب الاشتراكي يرغب في فصل دعم الأطفال عن نظام الحد الأدنى للأمان الاجتماعي وتحويله لخدمة مستقلة للعائلات التي لديها أطفال مع التركيز على تقديم خدمات عينية إجمالا إجمالا يعني بصراحة هذا الخبر بيقول لك بكل وضوح بصراحة بكل وضوح السيد ميخايل لودفيك عمدة فيينة بيقول لك أنه نحن ذاهبين ضمن الفترة المقبلة إلى تقنين وإعادة صياغة المساعدات الاجتماعية يعني الاشتراكيين اللي طول عمرهم متمسكين بآليته وطريقة عمله قال لك اليوم أنا اليوم عندي استعداد للتفاوض على طريقة تقديمها وليس على تنزيلها يعني ما قال إحنا هنخفض المساعدات قال ستربط بالمكتب العمل فبالتالي فبالتالي الآن عليزبين سبيل المثال هي أصلا هي حاليا المساعدات الاجتماعية السوسيا مربوطة بمكتب العمل ولكن ليس بطريقة مباشرة يعني مكتب العمل بيقول لك عادة شو بيصير عادة بيصير أنه اللي بيرفض العمل اللي بيرفض العمل مكتب العمل المكتب العمل بتواصل مع مكتب المساعدات الاجتماعية وبطلب منهم أنه هذا الشخص ما عم بيستجيب للقوانين ما عم بيستجيب للتدريب بتضبط للتدريب لأي شيء لأي حالة تأهيل فبالتالي بيقول لك أنه بيقدر يخفضها ولكن هون في عملية طويلة على ما يبدو من هذا الشيء عشان كده عايزين يخننوه فبالتالي عمدة فيينا حزب الشاة حزب الاشتراكي واللي يعتبر لودفيك حاليا من أقوى الشخصيات الحزب الاشتراكي طبعا ما فينا نقول هو أقوى من السيد بابلر لأنه بابلر رئيسي الحزب ولكن أيضا لودفيك حاكم فيينا لودفيك حاكم فيينا لودفيك حاكم فيينا لودفيك أقوى أعتقد يعني موضوع معياري فبالتالي فبالتالي هذا الشيء بيأكد أنه نحن ذاهبين لتقنين المساعدات الاجتماعية مكتب العمل شي بيقول لك أعربت وكالة العمل المساوية عن تأييدها لمخترح لودفيك الذي يقضي بتولي وكالة العمل مسؤولية إدارة المساعدات الاجتماعية لمستوى الولاد حيث يضمن هذا المخترح إمكانية تقليص المساعدات في حال عدم تعاون الباحثين على العمل مع وكالة العمل فبالتالي يا سيدي الكريم فبالتالي فبالتالي بقلك يعني الكلام واضح جدا أنه كل من عم يسمعنا ويشاهدنا الآن أنه يجب على كل شخص أن يبدأ بحالة جدية من البحث عن العمل من أجل فعلا أنه يندمج بهذا المجتمع يحاول يلاقي لنفسه طريق ما يندمج فيه لأنه كما يقال جنة المساعدات الموجودة في فيينا لن تبقى بهذه الطريقة نحن مع ما نحاول نحن نقلل من شأن اللي بياخد مساعدات أو ما بياخد مساعدات بس القصد أنه سيصير في تشديد قانوني كل من يتهرب من حالة الاندماج أو العمل أو خضور دورات اللغة هو فعليا رحها 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 ينتهي وكمان النقطة الهامة اللي أضافها أضافها ميخايل لودفيك قال لك أنه خلال سنتين خلال سنتين يجب أن يبدأ تبدأ حالة الاندماج يعني أعفوا أن تنتي حالة الاندماج والشخص يخرج جاهز للعمل خلال سنتين بعد حصوله على حق اللجوء ممكن لو كانوا استخداموا الأسلوب ده من زمان كان عندنا أكيد سوق عمل أفضل من ذلك بكتير مئة بالمئة